وفي ردود الفعل الدولية قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه لن يعترف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية والأغوار مشيرا إلى أن خطة الضم تنتهك القانون الدولي وأضف جونسون في مقال نشرته صحيفة دعوت أحنوت العبرية أنه يريد حلا مناسبا للإسرائيليين والفلسطينيين موضحا أن خطوة الضم ستتعارض مع مصالح إسرائيل على المدى البعيد وأكد جونسون أن لندن لن تعترف بأي تغييرات على حدود عام 67